السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا ان شاء الله في هذا الفيديو سنرى كيفية عمل ورقة شجر جدا بسيطة وسهلة التنفيذ فهيا بنا بسم الله نبدأ اولا بحلقة سحرية ثم نرتفع منها بخمس سلاسل واحد اثنان ثلاثة اربع خمسة الآن الدور الاول في نفس الحلقة سنشتغل ستة اعمدة بلفتين واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة ثم نرتفع بثلاثة سلاسل ثم مرة أخرى في نفس الحلقة سنشتغل ستة أعمدة بلفتين واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم نرتفع بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم منزلقة في نفس الحلقة والآن سنسحب هذا الخيط لقفل الحلقة بهذا الشكل والآن سنبدأ بالدور الثاني هنا لدينا فراغ مكون من خمس سلاسل سنشتغل داخل هذه السلاسل في أول سلسلة نرتفع أولا بخمسة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم عمود بلفتين في سلسلتين متتاليتين هنا فهذه السلسلة الأولى سنشتغل عمود بلفتين ثم عمود بلفتين في السلسلة التالية ثم عمود بلفة واحدة في السلسلة التي تليها ثم نصف عمود بلفة في السلسلة الرابعة وفي آخر سلسلة سنشتغل فيها حشوة هكذا والآن في أول غرزة هنا غرزة عمود بلفتين سنشتغل فيها نصف عمود بلفة ثم نشتغل عمود بلفة واحدة في خمس غرز متتالية متجهين من الأسفل إلى الأعلى نشتغل عمود بلفة واحدة في كل غرزة واحد اثنان ثلاثة ثلاثة في أول سلسلة سنشتغل غرزة تزايد عمود بلفة في نفس السلسلة الأولى وفي السلسلة الثانية سنشتغل عمود واحد بلفة ثم نرتفع بسلسلتان ثم مرة أخرى عمود بلفة واحدة في نفس السلسلة الثانية ثم في آخر سلسلة هنا سنشتغل غرزة تزايد عمود بلفة بهذا الشكل والآن سنكرر مثل ما فعلناه هنا في الجهة الأولى سنكرره في الجهة الثانية للورقة سنشتغل عمود بلفة واحدة في خمس غرز متتالية متجهين من الأعلى إلى الأسفل عمود واحد في خمس غرز متتالية واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة سيبقى لدينا هنا آخر عمود بلفتين سنشتغل فيه نصف عمود بلفة والآن لدينا هنا الفراغ المكون من خمس سلاسل سنشتغل داخل هذه السلاسل في أول سلسلة سنشتغل حشوة في السلسلة الثانية نصف عمود بلفة في السلسلة الثالثة عمود بلفة واحدة يبقى لدينا هنا سلسلتان سنشتغل فيهما عمود بلفة واحدة في كل سلسلة في السلسلة الأخيرة أيضا عمود بلفتين ثم نقفل الدور بمنزلقة في السلسلة الخامسة التي بدأنا فيها هذا الدور بهذا الشكل والآن سنبدأ بالدور الثالث والأخير سنرتفع بسلسلتان كنصف عمود بلفة ثم نصف عمود بلفة واحدة في ثلاثة غرز متتالية متتالية واحد اثنان ثلاثة ثم غرزة تزايد بنصف عمود بلفة في جميع هذه الغرز ستكون لدينا 11 غرزة متتالية سنشتغل في جميعها ثم غرزة تزايد بنصف عمود بلفة حتى نصل إلى رأس الورقة غرزة تزايد بنصف عمود بلفة نكرر هكذا حتى نصل إلى رأس الورقة حسنا وصلنا هكذا إلى رأس الورقة وهنا في الفراغ المكون من سلسلتان سنشتغل داخل هذه السلسلتان سنشتغل في أول سلسلة عمود بلفة واحدة ثم عمود بلفتين في نفس السلسلة الأولى ثم نرتفع بثلاثة سلاسل ثم سنشتغل هنا أمام أو عند رأس العمود بلفتين هنا سندخل الإبرة في حلقتين ونشتغل منزلقة وهكذا سنحصل على عقدة عند طرف أو رأس الورقة ثم عمود بلفتين في السلسلة الثانية ثم عمود بلفة واحدة في نفس السلسلة الثانية بهذا الشكل الآن سنشتغل نصف عمود غرزة تزايد بنصف عمود بلفة في أحد عشر غرزة متتالية متجهين من الأعلى إلى الأسفل غرزة تزايد بنصف عمود بلفة في أحد عشر غرزة متتالية هكذا سيبقى لدينا في نهاية الدور ثلاثة غرز متتالية سنشتغل في جميعها نصف عمود بلفة واحدة في كل غرزة ثم نقفل الدور بمنزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا فيها والآن سنشتغل عنق للورقة نرتفع بستة سلاسل ثم سنترك أول غرزة أول سلسلة ونشتغل المنزلقة في جميع هذه السلاسل عودة إلى الورقة ثم نقص الخيط ثم نزلق ثم نزلق في نفس الغرزة أو في نفس السلسلة نرتفع بسلسلة ثم نقص الخير وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه وألقاكم إن شاء الله في فديهات قادمة مع أوراق أشجار جميلة وأنيقة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة